استقيم السلام والله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستمعين شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحبل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجربين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها أعوجا ولا أمتد يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وارضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمد ظلما سمع الله لمن حمد الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هغما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبني سأبا وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزودك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمع فيها ولا طبحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الغلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نلزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سمع الله بمن حمد الله 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 سلام عليكم ورحمة الله شكرا